ناقش اجتماعا بالمكتب التنفيدي لمديرية الشحر برئاسة المدير العام عدل باعكة بتقارير أنشطة مكاتب النقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهيئة المصائد السمكية وخرج الاجتماع بتكليف مصلحة الضرائب باستقطاع حصة المديرية من حصة المحافظة التي تم توقيفها من سابق وتم توريدها في حصة المحافظة ووضع هيئة الأراضي مع الأمن حول حلول لمشاكل الأراضي المقدمة في الأمن والإسراء في تسليم المصالح العامة للأمن والتربية والشؤون الاجتماعية وإيقاف أي اعتداء عليها وتخصيص مساحة لمواقع محولات الكهرباء والخطوط الداخلية في المخططات الجديدة وتنفيذ حملة على العشوائيات والاعتداءات على الأراضي والمصالح العامة أيضا إلى ذلك أكد المكتب التنفيذي على عدم السماح بالعمل في الخط الداخلي إلا للمتزوجين ومن أبناء المديرية ومن لديه شهادة حسن سيرة وسلوك كما أكد المكتب التنفيذي على أهمية تحصيل نسبة واحد في المئة الخاصة برسوم حصالة الحراج موصي من محافظة المحافظة وبالتوجيه لمكتب الهيئة المصائد لتحصيل نسبة الرسوم واحد في المئة الخاصة برسوم صالة الحراج المملوكة للسلطة المحلية ترجمة نانسي قنقر